مع حلول الزكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية تعد مصر من أكثر الدول تضرراً أحد أهم هذه الأسباب هو أن مصر من أكثر الدول استراداً للقمح من الدولتين المتحاربتين على مدار عام كامل حاولت الحكومة تأمين القمح فوفق الإحصاءات الرسمية فإن مصر تستورد ما يقرب من 25 مليون طن سنوياً المصار الأول كانت توجه إلى الأسواق البديلة وفي السياق الموازن تم التوسع في إنتاج القمح محلياً من خلال زيادة الرقع الزراعية لزراعة القمح في عدد من المناطق نزرع مناطق جديدة في الصحاري المصرية ونضبر لها المياه اللازمة لها خلال مشروع توشكة من خلال شرق العوينات الودي الجديد هنا في منطقة قليوب يقوم عدد من المزارعين بزراعة القمح المشكلة من وجهة نظرهم تكمن في القيمة المالية الضائلة التي توفرها الحكومة لشراء القمح المحلي بتستورد الأمح من بره بما قمته ألف وسبعينم دولار فهي بدل ما تستورده من بره توفر المزارع وهو تسترمه منه بنفس القيمة هتوفر له كتير وهتبقى يوفر له الأضرار السلبية لم تقتصر على القمح فقط تعطل سلاسل المؤن التي سببته الحرب على حركة الملاحة الدولية بالإضافة إلى الانخفاضات المتكررة لقيمة الجنيه أمام الدولار بسبب قرارات التعويم تسببت في زيادة أسعار الكثير من المواد الغذائية ارتفاع أسعار الزيوت والأعلاف تسببت في زيادة كبيرة على أسعار اللحوم والدواجن طبعا في حالة مصة الحرب هترتفع الأسعار عالميا في توقعات أنها تضاعف الأسعار العالمية في ظل كمان زيادة الطلب على الحبوب من العديد من الدول العالم وفي ظل محدودية الموارد المائية أنا شايف أن الحرب الروسية الأوكرونية أصرتها على الاقتصاد في مصر خلال السعر الدولار يزيد خلال السعر السلع كلها تزيد مثلا البناء كنا بنجيب مثلا من 60 جنيه بقى رح يوصل لمتنون 50 جنيه مثلا وكل حاجة بقى عمالها تزيد في تزايد مستمر وفيش حاجة بترخص وفي حين دفعت تداعيات الحرب الحكومة على ضرورة تطبيق سياسة غذائية جديدة تعتمد على الاكتفاء الذاتي إلا أن انتهاء الحرب في أسرع وقت قد يمثل بارقة أمل لملايين المصريين الذين يعيشون موجات غلاء غير مسبوقة أحمد عثمان العربية القاهرة